وفي خبر هنا بالنسبة لنموذج جابت الإنجليزي بيقول أكلت دكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات السنوية عام 2020 ونائب وزير التربية والتعليم حتى لأنه حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بتعديل نموذج الإجابة اللغة الإنجليزية لطلاب السنوية العامة ويعادة توزيع درجات الوجوزئيات الصعبة وقال رئيسي من امتحانات السنوية العامة في تصريح خاص أن الوزارة تبعت شكو بعض الطلاب من امتحان لغة أجنبية الأولى الذي أضيه الطلاب أمس الخميس مشيرا إلى أنه من المقرر أن يعقد غدا السبت اجتماع مع مقدر الدرجات واللجنة الفنية لوضع الامتحان لمناقشة إجراءات بداية تصحيح العينة العشوائية يوم الأحد القاضي يعني عينة عشوائية يوم الأحد وإجراءات المناقشة اللازمة للوصول إلى نموذج إجابة يتضمن جميع الإجابات المحتملة الصحيحة وإكر على ضرورة المرونة في التصحيح وإعلاء مصلحة الطالب بحيث يأخذ كل ذي حق حقه وأضاف رئيس عام امتحانات السنوية العامة في انه بعد تصحيح العينة العشوائية سيتضح ما إذا كان هناك جزئيات صعبة لم يتمكن معظم الطلاب من حلها أم لا وفي هذه الحالة ستتخذ الوزارة الإجراء اللازم سواء بتعديل نموذج الإجابة أو إلغاء الجزئيات الصعبة ويعرض توزيع درجاتها أما إذا لم تكشف العينة العشوائية عن وجود أي مشكلة جماعية فلن يتم اتخذ أي قرارات ج ده بشأن نموذج الإجابة وأوضح طبعا رئيس عام الامتحانات السنوية أن الرزارة حصلت على طبعا إيه للجراءات وكده فس في هذا الشكل ده بس المفروض أننا كنت أقول نموذج الإجابة بمفروض يتعدل بناء على رؤية الامتحان مش شرطة استناء العينة العشوائية بحيث أن أنا شايف جزئيات فيها ارتباك أو فيها بعض الإجابات كذا إجابة ممكن تيمفعها المفروض أننا من غير العينة العشوائية كنت خدت فيها قرار بس إن شاء الله بإذن الله أكد العينة العشوائية ه هتبين ده وهيتم تعديل الجزئيات اللي هي فيها غمط دي وهتتوزع على باية الدرجات إن شاء الله وفي خبر هنا بالنسبة للنموذج الإجابة الإنجليزي بيقول أكرة الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحانات السنوية عام 2020 ونائب وزير التربية والتعليم حتى أنه حتى الآن